بسم الله الرحمن الرحيم نكمل معا شرح أهم التجمعات لاختبار القدرات الآن مع المهارات الحياتية وجزء الجبر معا من خلال هذا الملف المهم في السؤال الأول هنا بيقول مع هند فطيرتان قسمت كل فطيرة إلى ثلاث أجزاء أكلت هند جزء وأعطت باقي الأجزاء لصديقتها فكم عدد صديقتها طبعا عندي الآن فطيرتين هكذا أدي الأولى والثانية قسمت كل واحدة إلى ثلاث أجزاء يبا هي معاها الآن ستة أجزاء إذا هي أكلت جزء واحد يبا باجي لها خمسة وبكده أخطار باق سؤال آخر جميل بيقول إذا كان عبد الله يصرف ثمانين ريال كل اتناشر ساعة فكم ريالا يصرفه في ثلاثين يوم طبعا عرفيه اتناشر ساعة ينص يوم يبا في اليوم أضرب ثمانين ضرب اثنين هيعطينا مية وستين أرجع أضربها في ثلاثين اللي هو ثلاثين يوم أضع الصفرين والثلاثة في سبتاش بثمانية واربعين بخذة أخطار دال سؤال رقم ثلاثة بيقول ثلاثة أعداد متتالية خلي بنا متتالية حاصل ضرب العدد الثاني في الثالث يساوي مجموع الأعداد فإن أحد هذه الأعداد هو طبعا هنا بيقول حاصل ضربهم هم ثلاثة أعداد عمثلهم كده أدي تلاثة أعداد حاصل ضرب العدد الثاني والثالث اللي هم هذول حصل ضربهم يساوي مجموع الاعداد طبعا نفترض الآن اعداد نقول مثلا عندي واحد واثنين وثلاثة هذول مجموعهم كام مجموعهم يزدينا ستة والاثنين في ثلاثة ضربهم ستة كده يساويون بعض يبالاعداد يئمة تكون واحد يا اثنين يا ثلاثة فعندي هنا الثلاثة من ضمن الاعداد عشان كده اختار الف سؤال اخر سهل يقول هنا عزيمة بها 100 شخص لا يشربون القهوة و75% يشربون القهوة فكم عدد الاشخاص الذين يشربون القهوة نخلي بالنا هو مش طالب عادة الاشخاص كلهم جاء مرة في سؤال طلب عادة الاشخاص طب تعالى نمثلها كده بيقول في عزيمة 100 شخص اللي يشربون القهوة المية دول يمثلهم كام يمثلهم 25% ايه السبب لأن جلي 75 لا يشربون المية دول يشربون يعني 25% عشان أوصلها 100% أضرب هنا في 4 وهنا في 4 بس لو ضربت في 4 بدينا عدد كله هو عايز بس 75% اللي هما لا يشربون اللي هما يشربوني بأضرب ديه في 3 مرة واحدة بدلا مطور على نفسي أضرب هنا في 3 وأضرب المية في 3 أي ساوي 300 300 هذول اللي هما يشربون القهوة لو كان عايز العدد الإجمالي كله قد تضربت في 4 كان يعطينا 400 الذين يشربون القهوة 300 واختار ألف دول هنا إذا كان محمد ينفق في اليوم الواحد 150 ريال فكم يوما يلزمه ليصرف 900 ريال طبعا ده سؤال ضرب عادي ولا سؤال قسمة لم هو عايز يوزع صح؟ لو أنا عندي 900 ريال وفي اليوم الواحد بأصرف 150 ريال يبا أنا أجسم الآن 900 على 150 في طريقة سهلة أوخر هذا الصفر مع هذا الصفر أعمل عملية تبسيط طبعا الـ 15 في 6 بيساوي 90 أو 90 قسمة 15 فيها الـ 6 يبا هنا الجواب هيكون جيم 6 سؤال آخر جميل بيقول ما باقي قسمة نخلي بنا عايز الباقي باقي قسمة 915 على 25 باقي القسمة كيف أجيبها؟ بطريقة سهلة المفروض الآن أجسم 915 على 25 والباقي هذا اللي أجيبه طبعا أنا مش هجسم بالطريقة دي الطويلة دي أنا أقول لكم بس المية المية لو جسمناها على 25 يطلع فيها الأربعة يبقى أي عدد 100 أو 200 أو 300 أو 400 أو 900 تقبل القسمة على 25 ويبقى عندي العدد الباقي ده اللي هو كام؟ اللي هو 15 الجواب ما يهمين الجواب اللي يهمين الباقي الباقي من عملية القسمة هيكون 15 واختار باقي سؤال آخر بيقول هنا إذا كان مع محمد 1800 ريال من فئة المتين والخمسمية وكان عاد الأوراق كل الأوراق 6 فكم ورقه من فئة المتين ريال طبعا هنا أستخدم هنا استراتيجية التجريب أجرب الآن 200 ريال والخمسمية ريال وأشوف الحل كام طبعا لشان الجواب هنا 1800 إيه رأيكم يكون معاه 2500 2500 هذول يساوي 1000 والثمانمية دول يعني 4 4 من فئة المتين هيساوي 800 كده الجواب 1800 الفلوس مضبوطة وعاد الأوراق هنا 2 وهنا 4 يدين 6 مضبوطة عاد الأوراق من فئة المتين ريال يكون 4 وبكده أختار 1000 سؤال متكرر ومشهور جدا مرة جابوا على هيط نمط هكذا ومرة جابوا على الأعداد موجودة داخل دائرة هكذا والإجابة في الاثنين والنمط في الاثنين واحد كيف النمط هنا؟ دول 3 5 8 13 21 وفراغ أنا بشوف كده الحد الأول وصل للحد الثاني عن طريق زيادة أيوا هنا زيادة هنا زيادة 2 هنا زيادة 3 تمام؟ هنا زيادة 5 ما غيصلح يبقى أول حاجة لما أفكر في الزيادة ما تثبط معي هذه المتبينة المشهورة أننا بقول مجموع الحدين هذول يساوي الحد الثالث يعني 3 و 5 يساوي كام؟ يساوي 8 و 5 و 8 يساوي 13 و 8 و 21 يبقى عشان أجيب الحد الناغص هنا أجمع الحدين السابقين لهم مباشرة يعني أجمع 13 و 21 هيدينا 34 34 الجواب الصحيح وأختار دال في مصنع 1400 عامل 20% منهم غير سعوديين فكام عدد السعوديين في المصنع طبعا إذا كان 20% هذول اللي هم غير سعوديين يبقى نسبة السعوديين 80% يعني المفروض أحسب من 1480% علمناكم طريقة سهلة اسمها النسبة اللي هي 10% يعني نحسب 10% من العدد 10% 20 من العدد 0 تمام؟ وأعمل إيه عشان أجيب عدد السعوديين هو 80% أضرب في 80 يبقى أجيب العشرة بالمية 20 من العدد 0 وأضرب في 8 هنا الصفر وهنا الثمانية فاربعة بثنين وثلاثين وفي اليد الثلاثة ثمانية فواحد بثمانية ثمانية وثلاثة إحداش يبقى هنا هيكون عدد السعوديين في المصنع 1120 1120 الجواب الصحيح وأختار جي في طريقة ثانية واحد يقول أنا حسبت العشرين بالمية طلعوا 280 واخرتهم من 1400 برضو كلام صحيح سؤال آخر بيقول مؤتمر به 300 شخص نسبة الرجال للنساء 3 إلى 6 طبعا 3 إلى 6 النسبة هذه ما تمر علينا كده لأن لو جسمتها على الثلاثة يطلع الجواب 1 إلى 2 يعني نص يعني الرجال نسبتهم 1 والنساء 2 فكام عادة النساء؟ طبعا النساء اللي هم الأكثر يبقى المفروض أخذ الثلاثمية واجسمها على كام؟ لو جسمتهم على الثلاثين غلط هيبقى الرجال جد النساء أجسم على الثلاثة ثلاثمية على الثلاثة فيها المية المية دول اللي هم الجليلين هذول اللي هم الرجال والنساء هيكونوا 200 وكده المجموح صحيح عادل النساء هيكونوا 200 وأخطار بقى نأتي لهذا السؤال السهل على المعادلات دولنا إذا كان 40 ناقص 500 تساوي 2000 أو جد قيمة سين طبعا بطريقة سهلة هود الـ 500 تروح الجهة الثانية بشارة مخالفة تروح بالموجة بيعني أن 40 سين هيساوي 2500 أجسم على الأربعة عشان أجيب قيمة السين بس وأنا علمتكم الجسم على الأربعة بجيب نصف النصف طبعا نصف الـ 2000 ألف ونصف الـ 500 250 يعني النصف الأول هنا 1200 طب هنا عشان أجسم على الأربعة أجيب نصف كمان الـ 1250 لما أجيب نصفها هيعطينا 600 الـ 1200 والـ 50 نصفها 25 625 واختار ألف سؤال جميل ومشهور يقول فواز أطول من أخته بـ 20 سنتي ومجموعة طليهما 310 فكم طول فواز طبعا في السؤال لما يكون الفرج أول شيء أعمله أوخر الفرج تمام دي طريقة مرة حلوة أجسم أطرح من 310 الفرج اللي هو 20 هيطلع هنا 290 أخذ 290 وأجسمهم بالعدل أجسمهم بالتساوي تمام كل واحد ياخد كام المية نصفها الميتين نصفها 100 والتسعين نصفها 45 يعني 145 145 يبقى القصير ياخد 145 والطويل مع 145 العشرين الفرج يعني ياخد 165 هو طالب مني فواز وفواز هو الأطول فياخد 165 سؤال مشهور جدا سؤال رقم 13 بيقول في من الشكل المجاور إذا كان إذا كان سين عين سين عين اللي هي هذه الطويلة دبل عين صاد أوجد قيمة هذا المخدر أفضل استراتيجية هنا أنا أحط أعداد إيه رأيكم أحطوا دي اتنين ودي واحد كده كلام صحيح وأبدأ أركب هنا هو بيقول سين صاد سين صاد يعني من البداية للنهاية سين صاد هكذا من البداية للنهاية يعني ثلاث وعين صاد عين صاد اللي هي هذه اللي هي واحد وسين عين اللي هي سين عين اللي هي هذه اللي هي اتنين أجمعهم أربعة على الاثنين يطلع الجواب اثنين واختار دال مع هذا السؤال السهل بيقول إذا كان خمسة على سين نقص اثنين على سبعة يسوي ثلاثة على سبعة طبعا واضح الآن إن هنا خمسة لما نقص منها عدد 1 يساوي 3 يبال لازم تكون المقامات موحدة يعني قيمة السين تساوي 7 هنا عدد يقبل القسمة على 9 ولا يقبل القسمة على 4 طبعا أنتم عارفين القسمة على 9 Bro يقبل القسمة على 9 لا يقبل القسمة على 4 اصلا القسمة على 4 العدد يقبل القسمة على 4 اذا كان الأحد والعشرات يكونوا عدد في جدول الأربعة يعني يكون الأحد والعشرات مثلا عشرين يكون الأحد والعشرات اربعة وعشرين اثنين وثلاثين اثناش أي عددين في جدول الأربعة يكون في الأحد والعشرات عشان يقبل قسمة على الأربعة نخلي بالنا أن المية وثمانية عدد يقبل القسمة على تسعة لأن مجموعة تسعة تمام وهنا بيقول ولا يقبل القسمة على الأربعة هذا يقبل قسمة على الأربعة فعشان كده هتستبعد هذا الجواب المية 35 مجموحهم 9 يعني يقبل القسمة على 9 والخمسة والثلاثة ليقبل القسمة على 4 فعلا أن 35 ما تقبلش القسمة على الأربعة تعني تأكد هنا هذا العدد مجموعه 10 والعشرة غلط لتقبل القسمة على التسعة هو عايز عدد يقبل القسمة على التسعة وهنا مجموحهم كمان 10 ما عندي إلا باء الجواب الصحيح المية 35 مجموحهم 9 تقبل على التسعة والخمسة والثلاثة 35 لا تقبل القسمة على أربعة سؤال جميل بيقول عددان مجموعهم 23 والفرق بينهم 7 فما هو العدد الأصغر ممكن أحلها بالمعادلات وممكن أحلها عن طريق الفرق مجموعهم 23 أدي 23 ووخروا منهم كام ووخروا منهم السبعة يطلع الجواب 16 16 هذه تسمها بالعدل هنا ثمانية وهنا ثمانية يعني العدد الصغير هيساوي ثمانية ولو حبي يجيب العدد الكبير أخذ الثمانية وضف عليها الفرق اللي هو سبعة يعطينا الجواب 15 سؤال سهل بيقول هنا 3 عمال يعملون لمدة 6 ساعات وأجرهم 1100 ريال إذا عمل الأول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث الثلث كم سيكون أجر كل واحد منهم على الترتيب طبعا قلدم هو طالب مني الأجر على الترتيب لابد أن يكون كده الأولاني أكبر شيء والثاني نصف المدة يعني نصفه والثالث ثلث المدة والجواب ما يتعدى 1100 طبعا تعالي نشوفه مع بعض كده 750 و250 لا لدي نكون الأولى والثانية نصف وهدي برضو لا لأن 500 و400 مش نصف وهدي طبعا خطأ ما عندي إلا ألف ألف أن يكون الأول 600 والثاني نصفه 300 وهذا ثلث هذا يعني 200 كده المجموع 1200 صح والجواب الصحيح هو ألف سؤال آخر جميل بقول أوجد قيمة المقدار 5 ناقص 2 ضرب وهكذا طبعا أنا بأخذ كل قسل واحده 5 ناقص 2 يعطينا 3 وهذا بس خلي بالكم أنا مش أعمل عمليات حسابية كثيرة ليش لأن النقط دي معناها إلا فهيجابيني في النص هنا 5 ناقص 5 و5 ناقص 5 بتسوي صفر والصفر لو انضرب في أي مقدار يطلع الجواب صفر من غير محل بقى الجواب الصحيح سؤال سهل وجميل بيقول 19 ضرب طبعا الممكن أجمع هدول مع بعض هدول يطلعوا 20 أو أجسم على الاثنين ثم نجسم 20 على الاثنين فيها العشرة 10 في 19 الدينامية وتسعين وأخطار بقى السؤال الرقم 20 بيقول الأب كان عمره قبل ولادة ابنه بثلاث سنوات كان عنده 19 قبل ولادة الابن بثلاث سنوات كان مجموع عمريهما خلي بالكم عايزين العمر اللي اثنين مع بعض بعد عشر سنوات طيب الآن الآن الأب عنده كام الأب هيكون عنده 19 وعليه ثلاثة يعني 22 طب والابن الأبن الآن هيكون عنده صفر صحيح طب بعض عشر سنوات بعض عشر سنوات يبقى الأب عنده 32 والولد عنده عشرة يبقى الـ 42 مجموع العمرين نخلي بالنا هو طالب مجموع العمرين سؤال آخر جميل ومشهور أوجد قيمة سين في الشكل المجاور لو تلاحظوا هنا ثلاثة ثلاثتاش هنا سبعة سبعتاش يعني كل واحدة والمقابلة لها بتزيد عشرة يبقى التسعة تسعتاش واخطار بقى دول في السؤال هنا أحمد يقرأ كتاب يتكون من 235 صفحة قرأ في اليوم الأول خمستاش وفي اليوم الثاني ثلاثتاش واليوم الثالث أحداش واستمر على هذا النمط كم صفحة تتبقى له بعد اليوم السابع يبقى أنا أمشي الأول في النمط خمستاش تلاتاش أحداش تسعة سبعة وبعد كده كام؟ أيوه هنا كل مرة بنقص كام؟ بنقص اثنين يعني عدد فردي خمسة ثم ثلاثة نعد كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الجمع السريع كيف الجمع السريع؟ هذا اللي قرأوا أجمع مثلا ثلاثتاشر وسبعة يدينا عشرين أجمع 11 واتسعة يدينا عشرين أجمع خمستاشر وخمسة يدينا عشرين كده عندي ستين والثلاثة تلاتة وستين خلي بالكم تلاتة وستين مش الجواب لأنه عايز اللي تبقى لهم مش اللي قرأهم يبقى أوخر من 235 التلاتة وستين يدينا الجواب 271 مية واثنين وسبعين الجواب الصحيح سؤال سهل وجميل سؤال هذا بيقول ثلاث أعداد صحيحة موجبة موجبة ومتتالية مجموعهم يساوي مربع العدل الثاني يعني فيه ثلاث أعداد لو أنا جمعتهم بيساوي مربع الثاني طبعا أكيد العداد هي 2 و 3 و 4 ليش لأن مجموعهم يساوي 9 لو جمعنا هذول يساوي 9 9 هي مربع الثلاثة لأن ثلاثة تربيع كمان بتسعة يبقى العداد هي إما 2 يتلاتة أربعة هذا لا هذا صحيح وأحد الأعداد هتكون هي أربعة سؤال آخر جميل بيقول ما هو مقلوب نصف العدد أربعة أول حاجة أجيب نصف الأربعة نصف الأربعة كام نصف الأربعة يعني اثنين مقلوب اللي اثنين بدل ما هي اثنين على واحد تبقى واحد على اثنين نصف الجواب الصحيح وكده أختار G سؤال برضو قوي بيقول يقسم أب راتبه كالتالي ربع للزوجة وربع لابنه الأكبر وسدس الأخته كم يتبقى ويتبقى معه أربع علاف ريال فكم يكون راتب هذا الرجال طبعا هو أعطى للزوجة الربع وأعطى لابنه الكبير الربع فكده صرف النص ربع وربع نصف وأعطى لأخته ستس أجمع الآن نصف زائد الستس كم يطلع أواحد المقامات أضرب هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة عشان يقبل مقام واحد ستة وفوجة أربعة أربعة على ستة يا شباب تتبصت على الاثنين وهنا على الاثنين يطلع ثلثين يعني كأن الرجال الآن صرف ثلثي الراتب يعني هنا جسمت الراتب ثلاثة جطع كده فهو صرف ثلثين صرف ده وصرف ده على زوجته وابنه وأخته يتبقى معاه أربع ألاف الأربع ألاف اللي هم هذول أضرب أربع ألاف في ثلاثة يطلع الجواب 12 ألف الجواب الصحيح واختار ألف شكراً ونلتقي في المقطع التالي لشرح أهم تجمعات اختبار القدرات شكراً والسلام عليكم